في مستهل كلامه في البداية كان استعرض حاجات عن تطوير بعض اللعبين من اللعبين دول يمكن كمان أحمد سيد زيزو أنا رتوله هنا في عمد وقفة كبيرة جدا لإني أنا معايا إحصائية طبعا مجهزة فريق الإعداد طبعا برئاسة رئيس تحرير محمد كارم وأستاذ خالد أبناء بشكرهم شكرا جزيلا على هذه الإحصائية الجميلة جدا لإنهم عاملين مقارنة زي ما أنا قارنت في البداية بين المشرف العام على الكرة في نادي الأهلي بين المشرف العام على الكرة في نادي الزمال لكم شوفنا قد إيه الفرق في كوالة الصفقات ونجاح الصفقات هم طبعا عاملين على نفس المنوال ده مقارنة بين لعب نادي الزمالك أحمد سيد زيزو مع 1 2 3 4 5 6 7 لعبين من نادي الزمالك لو الصورة جاهزة كارم لو نعرضها سيد متحط هم عاملين بقى احنا قولنا كمان يعني لعب من عندك بيساوي 7 من نادي المنافس بتاعك وأرقامه يمكن انت بتتكلم على 19 هدف لسيد زيزو هم كلهم جايبين 19 هدف انت بتتكلم على أسست 12 أسست من 7 لعبين في نادي بقيمة وحجم النادي الأهلي لعب واحد في نادي الزمالك هو أحمد سيد زيزو 12 أسست مبارياتهم 111 مباراة 7 مجمعين مع بعض هو لعب 28 مباراة بمفرده عدد الدقايق للسبع أجنحة في النادي الأهلي حسين الشحات أحمد عبدالقادر برسيتا ولويس مكسوني وليد سليمان وصلاح محصن وطاهر محمد طاهر 5366 دقيقة زيزو لوحده 2330 دقيقة اللاعب الزمالك بسبعة زيزو كتن حمد بص أحمد سيد زيزو أفضل لعيب كرة في مصر هذا الموسم مستوى ثابت أداء متميز قوة سرعة مهارة انتماء وحط خطين كده على انتماء منتمي للفرقة اللي بيلعب لها نادي الزمالك طبعا زيزو مش هتكلم عليه مصر كلها بتتكلم عليه وانا بتكلم عليه طبعا من قبل كده وقلت انه وانا كان ليا تشريح خاص قلت افضل لعيب كرة في مصر أحمد سيد زيزو وده دايما لنا بقوله في بداية أي حلقة جمهورة الزمالك بيعشق اللعيب المنتمي المخلص اللي بيلعب بخلاص غير المهارة بقى والإمكانات الفنية العالية لعند زيزو